وش مكينش شي جهة اللي كانت من وراء جهة انتخابية مثلا اللي كانت من وراء دفعكم لتصوير هاد المعادية الرئيس الجامعة الترابية بوزنيقة لتصوير هاد هاد العشقات الفيديو أخ المامون أقسم لك بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله أنا لست من هذه الطينة الذي يمكن أن يتجري في بشار ويحطوني على العمل ضد كاريمين أو غيره أنا مع وطني ومع ملكي أنا وطقت هذه الأمور ليطلع على شعبي أكمله بل أن المسألة أن هذه الطامة بالنسبة لنا أن هذه السورة ما تتحبش في المغربة عباد الله ما تتحبش في 34 مليون مغربية تتخرج للخارج أنا وصلني اتصالات من الخارج نستيسنكروة التصرف هذا يعتاد على هذه المسائل رمشي ما يعتادش عليها ما عرفش أنا بعض الإخوان سكتو على الابتزاز اللي تعرضوا ليه واش خجل من الميكرو هذا أنا أصرح بأن أي أحد لم يساوي مني فأنا ألتقت هذه الصور وهذه الفيديوات لأن أستاذ هناك من يردد بعد نشر الفيديوات وكذا من يردد أن هناك جهات انتخابية هي من كانت وراء نشر تصوير ونشر الفيديوات لضرب مصداقية كاريمين ومصداقية أحمد داهي وخلق مشاكل لهم في خلال انتخابات يا أخي يا أخي الممون أنا لست أدري وما أظننا فلتة لسان كيف تنطق بأن هؤلاء الناس لهم مصداقية مع كامل احتراماتي لك هؤلاء الناس ليست لهم مصداقية نحن نقوم بعمل نواجبنا شكرا مش مشكل أنا لا أسميها مصداقية هالناس لا يملكون مصداقية من يتاجر في رقاب الناس لا يملكوا مصداقية نحن قلنا يقولون لسنا هلما نقول من يروج من يروج لهذه الأمور هما بطانة هؤلاء الرئيسين شكرا هذه بطانة روج لهذه الأمور فقط شكرا أستاذ عبدالله إخوان شكونا عنه شي تساؤل أستاذ حافظ شكرا أستاذ حافظ شكرا كلمة الأستاذ شمسي جوابت على هذا السؤال وما فيها بس نعود نجاوب عليه مرة أخرى هو أن الفيديوهات هما جزء من الحقيقة ومشي كل الحقيقة 53 ثانية على 38 ثانية ما غداش تختاز لك كل شيء قلت أنا على أن المحقيق اللي غادي يتكلف بالتحقيق واللي مفروض فيه غادي يكون محترف ومهني غادي اعتبر الداكرة دي لسي عبدالله هي الأساس وهي المنطلق لأن اللي شافه سي عبدالله مشي كل شيء اللي شافه صوره خاصة أن المال اللي كان شوفه تليفو اللي كان كي يصور منه مرة مرة يجيوه ضد دام واحد جيو صبعا ربما هو كان كي يصور حسيم السي وما كانش كي بغي الأمر يتكتشف فهدوك كون جاعدنا السي عبدالدابا قل سعدنا وعود لنا هالتعاوذة وما عدو تشي فيديو ته واحد ما رادي أقال عليه مشي شيء معهم ما أعطوكش مجيسي بغي عشي هذا خاوية ولكن جاب لنا بداية حجة كي يسميها القانون هاد بداية حجة توطق لواحد الجموعة من الأشخاص تواجدوا في واحد المكان معين في واحد تاريخ معين في واحد المنزل معين أولا سبب تواجد ديالهم احتمال كبير وذلك الرهن عليه يكون طيراب في الصريحات بيناتهم لأنك باش تجمع هذوك الناس مفروض يكون موعيد ويكون قاسي بمشترك الجلسة والسيد اللي تكلم في التليفون ودواعي للقفة والخضراء فهذاك الوقت الوقت ماشي وقت هذرة ديال القفة وانا متأكد لو أن الزوجة دياله اللي كانت عيدة تليه غد يقضع لها التليفون وهذه كم منيقاش يقول لها رك أن عدي اجتماع المكان احنا مشيز معاك أن نرد عصب عنا أنك جيدة ريال كم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر